شهد السوق الأنعام المركزي بمحافظة الأحساء عدة مراحل تطويرية كان آخرها عداد ساحة خاصة بالعرض عرض المواشي الأغنام وكذلك ساحة خاصة بإقامة المزاد كذلك تم عمل صيانة لجميع المرافق الخدمية شملت الجامع وكذلك دورات المياح مساحة سوق الأنعام المركزي محافظة الأحساء على مساحة تقدر بمليونين متر مربع حضائر للأغنام وكذلك حضائر للأبل وحلات خاصة للأعلاف وعيادة بيطرية وعدد من الصيدريات البيطرية نفذ المكتب الوزارة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة حملة رقابية على السوق خلال الفترة الماضية شملت إزالة 17 عدد في الموقع وكذلك رصد عدد من المخالفات والاندارات عنها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة الاستعدادات واستقبال المستفيدين خلال عيد الأضحى المبارك شملت الثلاث المسالة الرئيسية في المحافظة المسلخ المركزي ومسلخ مدينة العيون ومسلخ مدينة الأمران حيث يتم استقبال المستفيدين وتحصيص صالة للانتظار ويتم فحص الحيوان ظاهريا قبل الذبح ومن ثم إدخال الحيوان إلى الصالة المعدة لذبح الحيوان حيث تم تحصيص أربع مسارات للأفراد وذلك لتخلص الوقت لخدمة المستفيدين وكذلك تخصيص خاص لجمعيات الخيرية ترجمة نانسي قنقر